تجدح موجة من الصقيع عددا من بلدان الشرق الأوسط حيث وصلت درجات الحرارة في لبنان إلى خمس درجات في بيروت وتغاني مخيمات اللاجئين السوريين من شح مواد التأدفئة مرسلتنا في لبنان عاينت مغاناة اللاجئين هناك ووفتنا بالتقرير التالي هنا في منطقة سعد نيل في البقاع التي ترتفع قرابة الألف متر عن سطح البحر تلامس درجات الحرارة صفر وتتدنى إلى ما دونه ليلا في مخيم لاجئين السوريين هذا لا يجد هؤلاء المشردون وسيلة لمواجهة البرد القارس هنا نجيب في حطب هالكارت اللي بيطلع عنا نجيب في حطب يوم ندفع يكفينا شيء عشر تيام عشرين يوم وبقيت لأيام أشفر ننسواه نجيب بالدين نجيب الحطب يعني بالدين على الرغم من جرعة الدعم المالي الذي لقيه لبنان من الدول الغربية للتعامل مع أزمة اللجوء هذا إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى الساعة لمساعدة اللاجئين السوريين واستستمرار تقصير منظمات الأمم المتحدة بذريعة غياب التمويل